الموسم الثالث من The Walking Dead أو A New Frontier كان مقدم بداية ممكن تعتبر الأقوى في وسط ألعاب تل تل أول حلقتين كانوا نزلوا مع بعض وقدمت لهم مراجعة من فترة وزي ما قلت لكم هرجع للموسم كله بشكل كامل في مراجعة عن اللي قدموا وده اللي هقدموا ليكم النهاردة من بعد نهاية الموسم الثالث بالحلقة الخامسة في الفترة اللي فاتت في أسئلة ممكن نكون عاوزين نعرف إجابتها بداية من هنا هل الموسم الثالث انتهى بشكل يخليه الأفضل في السلسلة؟ ايه موقع اللعبة وسط ألعاب تل تل هل اللي بتقدموا تل تل في الألعاب بتاعتها يعتبر كافي من تركيبة تخص الجيم بلاي؟ دي أسئلة أنا شخصيا عاوز أجاوب عليها بالنقد اللي أوجهه ل The Walking Dead A New Frontier سواء بالشكل سلبي أو بإيجابي تلخيص بشكل سريع للقصة بدون حرق عشان زي ما قلت لكم أنا كنت مقدم ريفيو لأول حلقتين الخمس حلقات بشكل كامل أساسهم محاولة بطل اللعبة هافير أو هافي إن هو يحمي عيلته وإيامه بالمهمة دي بيخليه يتعرض لخسائر والدخول في الصراع مع مجموعة اسمها A New Frontier الصراع ده بيكون مع الوقت معقد لإن فيه جوانب عائلية وساعات خلافات سياسية بين الناس المسيطرة على المجموعة دي والشكل عام اللي كان الموسم الثالث رسمه الأحداث كان كويس والدراما والتواطر بين الشخصيات وعلاقتهم ببعض مادة كويسة جدا لإن يتبني عليها القصة وأول ثلاث حلقات قدروا إن هم يستفيدوا من حاجة زي كده بشكل حلو جدا أول حلقتين مستوى الأحداث اللي تصدم اللي بيلعب كان ممتاز ثلاث حلقة قدرت تخليك تاخذ بصة كويسة على المشاكل اللي هي طبع سياسي جوه جماعة A New Frontier وكان فيه مساحة كويسة جدا لعرض فكرة مين اللي بيمثل خطر على البشر أكتر من التاني البشر نفسهم وسرعاتهم مع بعض ولا الزومبيز وتقديم الشخصيات بشكل عام كان كويس جدا وخصوصا كلمنتاين اللي جانب شخصيتها طول حداث المسلسل كان كويس وكنت مهتم به لكن آخر حلقتين مستوى بيبتدي ينزل سواء في الكتابة أو الشخصيات أو المواقف المتوقعة اللي مليانك لشهاد أفلام ومسلسلات وألعاب الزومبي أباكليبس واللي كانت تدي إحساس إن فيه شخص تاني مسك عملية كتابة آخر حلقتين مواقف كتيرة جدا حقيقة كان بتتعرض في الحلقات الأخيرة كانت آه غرضة باستعراض الشخصيات وعلاقاتهم ببعض وبتتطور إزاي وسط الجحيم اللي هم فيه بس الحوارات فيها انحضار لمستويات ساعات فيه شوية سخافة وتشتت بين مواضيع كتيرة جدا بشكل كان ممل ساعات الشخصيات الجانبية في اللعبة الاهتمام اللي ممكن يطلع منك ناحيتهم يعني ما كانتش بقوة الشخصيات الجانبية من المواسم اللي فاتت الشخصيات تقدمت بشكل كويس في أول حلقة زي تريب وإلينار ويضاف عليهم إيفا في الحلقات اللي بعد التانية ما كانوش إلا مجرد كمالة عدد والاختيارات اللي حواليهم ما كانتش بنفس القوة والتأثير أو حتى التأثير على مشاعر الشخص اللي بيلعب زي الأجزاء اللي فاتت طبعا الجيم بلاي مرتبط بشكل كبير باللي بيحصل في القصة وسبق في ريفيو أول حلقتين قلت لكم إزاي الاختيارات مستوية كان متحسن بسبب أن من أول موسم حطك قدام اختيارات صعبة بتحدد من خلالها حياة أو موت بعض الشخصيات واستمرت حاجة زي كده باختيارات بعضها كان صعب ويخليك محتار تعمل إيه لكن مع الوقت ومع الوصول للحالة الأخيرة بدور على حاجة مهمة وهي هل كل الاختيارات دي كانت مؤثرة على النهاية أو هل لها تأثيرات بعيدة بمدى أو هل في اختلافات كبيرة بين كل اختيار والتاني للأسف الجانب ده اللي كان معالي قيمة أول حلقتين اتحول لحاجة محبطة في الآخر لأن اللعبة بتيجي في الآخر بتحدد نهايتها بناء على اختيارين بس أنت بتختارهم في الآخر فكل الأجواء الدرامية والسياسية اللي حصلت طول الموسم ملهاش أي تأثير كبير وملحوظ على النهاية ده غير الاختيارات اللي تخص حياة أو موت أشخاص معينين لما قررت أعرف الاختيارات التانية بيحصل من وراها إيه لاحظت أن فيها مشكلة كبيرة نلخصها في أن اللعبة بتوهمك بتنوع الاختيارات لو مثلا قدامك الشخص إيه والشخص بيه حصل موقف معين أنك لابد تختار مين فيه وملي يعيش والتاني يموت قول مثلا اختارنا بيه وفضل ماشي معانا في الأحداث لحد ما هيجي موقف خطي ملناش أي تحكم فيه هيحصل من خلاله أن الشخص اللي إحنا أنقذناه من شوية هيموت ولو إحنا قررنا نرجع لورا ونختار الشخص إيه هنلاحظ أن إحنا هيحصل معانا نفس الموقف اللي موت به مع الوقت بدون أي تغيير يسكر وضيفوا بقى على حاجة زي كده أن الشخصيات الجانبية نفسها أصلا مش بتخلي الواحد يهتم بيها زي ما قلت من شوية للأسف تاني حاجة عاوز أتكلم عنها بخصوص الجيم بلاي ويمكن بعضكم عارف أنا هقول إيه أن كانت لعبة فيها رجوع خطوات لورا عن حاجات مش هقول كنا بنشوفها في ألعاب تيل تيل بشكل عام دي حاجات كانت موجودة في الموسم الأول زي أنك أنت تستكشف الأماكن بشكل ما يكونش خطي ويكون في حوارات جانبية اختيارية مع الشخصيات أنك أنت تمر بحاجات فيها حل المشاكل وتشوف من حواليك أنت ممكن تحل المشاكل دي أزاي دي حاجة آه موجودة هنا بس ألت وضعفت بشكل ملحوظ ما يخليهاش بمستوى الجزء الأول مثلا أو حتى أنها تكون زي The Wolf Among Us وفيه أوقات كتيرة بسيب الكيبورد والماوس ومش بعمل أي حاجة إلا أن أنا بتفرج على اللي بيحصل قدامي ويدوبك برجع أخطر رد معين في أي حوار وارجع أكمل فرجة كان فيه لحظتين تقريبا يعتبر مستوى يمكن مقبول زي محاولة تشغيل عربية بدون استخدام مفاتيح بتاعتها واستحصار من الزومبيز أو أنك أنت تدور على وسيلة تهرب من المكان أنت كنت محتجز فيه غير كده مستوى التفاعل في الموسم نفسه أخد خطوات لورا في الحلقة الأولى كان ممكن تضرب الزومبيز بالنار بحاجة زي أنك أنت تنشن عليهم ومع بقية الحلقات بيطلع كويك تايم إفنتس مش أقول عليها غير أنها سخيفة وبتخليك تضغط زرار معين بشكل متتالي فقط لغير حتى كويك تايم إفنتس التانية كانت قمة في السهولة والملل أي طفل عنده 3 سنين ممكن ينفذها وأغلبهم لو دست على زرار غلط مش هيحصل أي حاجة فما فيش أي إحساس هيكون جوه اللي بيلعب بالخطر زي ما بيحصل مع النوع ده من الألعاب اللي بتعتمد على كويك تايم إفنتس The Walking Dead on New Frontier كلها على بعض مدية إحساس أنك أنت ماشي على خط واحد ما بتحاولش إلا في حاجات قليلة أن يبقى فيه تنوع تخلي الموضوع يكون فيه تفاعل ومواقف مميزة ومختلفة تخلي الواحد يفضل فاكرها بعد لما يخلص اللعبة والثالث حاجة عاوز أعلق عليها عمر الحلقات نفسها واللي يخلي الموسم ده أقصر موسم وسط أي لعبة أنا لعبتها من تيل تيل لحد الوقت بمجمل 6 ساعات و20 دقيقة لعبة وسبق قلت أن الموسم الأول والتاني قدموا عمر مستمر ما بين 13 و16 ساعة لكن هنا في A New Frontier عيب أسر الحلقات اللي كان موجود من أول حلقتين استمر مع آخر ثلاثة وشخصيا ما عنديش أي تعليقات أكتر من اللي تقال في مراجعة أول حلقتين على جوانب تقديم اللعبة بشكل عام للقارب للكوميكس كان متقدم شكل حلو جدا فيه اهتمام كويس جدا بالتفاصيل ويضاف عليهم أداء تمثيلي كان كويس من بعض الشخصيات اللعبة فنيجي في الآخر ونجاوب بقى على الأسئلة اللي اتسألت في أول الفيديو هل الموسم الثالث من زواكينج داد يعتبر الأفضل في السلسلة؟ بكل صراحة لا والحقيقة هو أعتبر الأضعف وأنا شخصيا ممكن أعتبره أضعف لعبة لعبتها من تيل تيل لحد دلوقتي هل متقدموا تيل تيل في ألعابة يعتبر كافية من تركيبة تخص الجيم بلاي؟ برضو بكل تأكيد لا ومش كافي تماما وهفضل أقولها مع كل لعبة ألعابة من نوم لازم يتكسر شوية الشكل التقليدي المحلوب في كل لعبة بيقدموها وحتى لو هيكون في استمرار على نفس التركيبة تتطور شوية يزيد التفاعل من خلالها أكتر من كده ما يكونش في تضحية بحاجات تعتبر إجابية حتى لو بشكل بسيط في التفاعل مع أي حاجة قدامك ومشاكل دي كلها سببها واضح قدامنا وهو التشتت أكتر من مشروع لعبة من تيل تيل بيتقدموا في وقت قليل جدا وقليل لما نلاقي حاجة وسطهم تاخد نفس الاهتمام والنقد الإجابي اللي أخدوا الموسم الأول من The Walking Dead أو The Wolf Among Us وللأسف أنا معتبر The Walking Dead A New Frontier كانت فرصة ضائعة ومستوى أول حلقتين تحديدا كان أقرب للممتاز وكان فيهم مقاومات حتى لو في القصة بس لوحدها أن يتقدم حاجة عظيمة لكن فيه نوز دايف أخدته الحلقات بشكل غريب وخصوصا في الكتابة والحوارات وأتمنى شخصيا أن تيل تيل في مشاريعهم اللي جاية يكون فيه حبة وقت ما بين كل لعبة والتانية أن يكون فيه شوية تركيز لأن بالمنظر ده بيحصل إضعاف لقيمة التجارب اللي بيقدموها مهما كان فيها من مميزات اشتركوا في القناة